وارد إلينا سؤال من أحد المشاهدين الكرام يقول هل يشترطوا أن يقوم المتوضئ بتنشيف أعضاء الوضوء بعد الوضوء؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد اختلف الفقهاء في هذا الأمر منهم من قال بأن التنشيف بعد الوضوء سنة ومنهم من قال بأن النبي توضأ ولم يتمندل بعد الوضوء يعني يتمندل يعني ينشف أعضاء الوضوء بالمنديل الحديث ورد أن سيدنا النبي كان له منديل أو خرقة كان يمسح بها وجهه إذا توضأ يعني بعد أن يتوضى سيدنا النبي يمسح كده وجه الشريف وأعضاء الوضوء اللي توضأ بها بهذا المنديل أو هذه الخرقة يبقى ذا رأي أن سيدنا النبي كان له خرقة أو منديل يتمندل به وينشف به أعضاء الوضوء الرأي الثاني سيدنا بن عباس بقول أن خلت السيدة ميمونة بنت الحارث زوج سيدنا رسول الله جاءت للنبي ذات مرة بمنديل ليتمندل بعد الوضوء فلم يمسح به خذوا بالكم من حاجة إنه هو النبي كان عنده منديل أو خرقة ينشف بها أعضاء الوضوء ففعل مرة ولم يفعل مرة فالفعل والترك سنة يعني كان يتمندل أحياناً وكان لا يتمندل أحياناً يعني يتمندل يعني ينشف ينشف بالخرقة أو المنديل أعضاء الوضوء دا يجوز ودا يجوز عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من قال من الفقهاء أن النبي تمندل بعد الوضوء رأي صحيح ومن قال من الفقهاء أن النبي لم يتمندل عندما جاءت السيدة ميمونة بالمنديل رأيه أيضاً صحيح إحنا نعمل نفعل ولا نفعل فالفعل فيه سنة والترك أيضاً فيه سنة وهذا من هديه الشريف صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوات حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ربنا يفقهنا ويعلمنا أحكام الدين وهدي سيد المرسلين اللهم آمين يا رب العالمين أيضاً أنوه على حاجة قبل منه الحلقة أنه من الأدب مع القرآن ومع ذكر الله أن نتوضأ قبله هو يجوز أن أنت تذكر ربنا من غير وضوء تصلي على النبي من غير وضوء تقرأ قرآن من غير وضوء لكن فيه أفضل الأفضل والأحسن والاتباع لرسول الله أن تقرأ القرآن وأنت على وضوء أن تصلي على النبي وأنت على وضوء أن تذكر الله وأنت على وضوء أن تدعو ربك وأنت على وضوء فاحرصوا على الوضوء لأن الوضوء تلو الوضوء نور على نور